أتكلم عن مباراة الجنة وأهمية هذه المباراة إذا أتكلم مع حضراتكم في حاجة مهمة جدا عشان تأخذوا بالكوا أن الفترة اللي جاية هي فترة حروب ضد النادي الأهلي من شكل آخر أو من جهة أخرى إزاي؟ الفترة اللي فاتت كانت الإصابات كثيرة داخل النادي الأهلي والمستشفى كان فيها ناس كتير النهاردة الحمد لله تقريبا ست لعبين فقط هم اللي موجودين قبل كده كان في مجموعة كبيرة جدا من اللعبين طيب إزاي نوقع النادي الأهلي؟ إزاي نخبط في النادي الأهلي؟ إزاي نخلي الفرقة أو ننشر في الإعلام إن في مشكلة جوا النادي الأهلي؟ أو نقول للناس إن في مشكلة إزاي نخبط في النادي الأهلي؟ ونخلي النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي يفقد الثقة في لعبته وفي جمهوره وفي قناته وفي مسؤول النادي الأهلي إزاي؟ أنا حقول لكم إزاي؟ من شكل بسيط جدا قال لك مثلا يعني مثلا من ضمن الكلام اللي تقال في احدى القنوات المؤجرة يعني قال لك ايه قال لك ان خناقة حصلت ما بين فلان وعلان وترتان مع لسارتي تخيلوا حضراتكم هتلاقوا بقى الايام اللي جاية ايه اللي بيحصل اصل صلاح محسن متدايق على فكرة على فكرة اي لاعب عنده دم ولبس في نيلة الاهلي ما بيلاقيش نفسه في الحداشر بيزعل وبيتدايق بيزعل وبيتدايق ويجب على المدير الفني ان هو يلمه يلمه ازاي دي ده ده مدرسة المدير الفني ده لازم تبقى عنده مدرسة في كيفية ان هو يحافظ على التلاتين لاعب النجوم اللي موجودين عنده وده كان اهم ما يميز مثلا مانويل جوزير ان كان اسلام بيبقى برى الفرقة خالص مثلا ولكن علاقته بمانويل جوزير علاقة جيدة جدا مثلا فالفترة اللي جاية هتلاقوا ايه هتلاقوا اصل مش عارف مين زعلان ومين متدايق ومين طبعا من حق كل لاعب ان هو طالما مش موجود في التمنتاشر او طالما لايلعب بشكل اساسي ان هو يتدايق ولكن ايه رد فعل اللاعب طبعا رد فعل اللاعب داخل النادي الاهلي داخل النادي الاهلي خدوا بالكم وانا لما بتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع بتكلم لانه ده حصل معايا كتير حصل معايا انا كاسلام كتير ومعا وشفت مجموعة من النجوم الكبار اللي كانوا موجودين في الجيل اللي كنت اتشرف بالتواجد معاهم كانوا بيتكلموا ازاي وبيتعاملوا ازاي وبيعرفوا يقولوا ايه فاللي بيحصل ايه بقى بنيقولك الفترة اللي جاية هتسمعوا كده اصلا اكس من اللاعبين ده عنده مشكلة وتخانق مع الجهاز الفني وسيد عبد الحفيز اه اتخانق معاه وضربه ممكن اول تسمعوا كده ما احنا سمعنا كلام غريب جدا انبارح واول سمعنا كلام غريب جدا فما بالحضراتكم بقى ان اللاعبة كلها دلوقتي المصابين باستثناء حسام عشور وليد سليمان محمد محمود طبعا ربنا رجعه بالسلامة نجيب عمر جمال الشناوي هي دي المجموعة اللي المصابة كل الباقي موجود في التمرين كل باقية اللاعبين هتكلم على مجموعة اللاعبين المتوجدين او عشرين اللاعب اللي متوجد في القايمة بعد قليل فدايما الناس خلي بالكم الفترة اللي جاية حيتكلموا في كده دايما هيزرعوا الفتنة ما بين لعبة النادي الاهلي وما بين جمهوره لانه حضرتك مش عارف كجمهور ما تعرفش ايه اللي بيحصل اه طبعا اللاعب متضايق انه هو برد 18 متضايق ده لو ما تضايقش ده انا قاسف جدا ما يبقاش لعيب كور اللاعب الموظف اللي هو بيروح يمضي يروح الساعة 9 الصبح عشان يمضي ويمشي ده انا شخصيا ما بعتبروش لعيب كورة ما ينفع النادي الاهلي مش كده في النادي الاهلي بالكلام ده مش مظبوط والكلام ده ما بيحصلش والكلام ده اه ممكن جدا لعيب يبقى متدايق ويبقى متنرفز بيعمل ايه بقى؟ او المفروض انه هو يعمل ايه؟ ملعب مستطيل اللغدر مستطيل اللغدر ده هو حياتك كلاعب كرة قدر مستطيل اللغدر ده هو طريقة ردك على كل الناس على مديرك الفني وعلى كل الناس اللي موجودة داخل المستطيل اللغدر مش خارج المستطيل اللغدر واذا كان هناك قعدة مسلا ما بينك وما بين المدير الفني بتتكلم معك منتقى الاحترام وده اللي احنا عارفين وده اللي تربينا عليه داخل النادي الاهلي بالمناسبة يعني وشوفنا الكلام ده يعني حضرنا وشوفنا الكلام ده حضرنا وشوفنا الكلام ده مش انا كل الناس اللي موجودة ونهارده عندي ثلاثة من النجوم الكبار حضروا بقى الحاجات دي وشافوا الكلام ده بعنيهم سواء الكابتن فاتح نصير الكابتن شريف عبد المنعم الكابتن احمد بلال فعشان كده انا بقول لحضراتكم خدوا بالكم الفترة اللي جاية اه دايما هتلاقوا فيها كلام من من هذا القبيل ان واحد يطلع يتكلم وتلاقي اه مجموعة من التابعين لهذا الشخص يطلعوا يقولوا نفس الكلام ويرددوا نفس الكلام وبالتالي تبقى الموضوع ماشي انه اسلام اتخانق مع لصارتي ولصارتي مش عايز اسلام مثلا وفجأة تلاقيه في المباراة بعد كده على طول فهي دي الحرب اللي هتبقى شغالة الفترة اللي جاية عارفين ليه لانه كله كله خايف كله قلقان طب زا كان النادي الاهلي وكان في مجموعة الاصابات دي كلها وبيكسب المباراة اللي فاتت طب المجموعة كلها تكتمل والتلاتين اللعيب يكتملوا والاصابات تشفى واللعيبة تبقى كويسة واللي يقل بدانية تعلق وعناصر الخبرة ترجع والكلام ده كله ايه اللي حيحصل فنبتدي بقى نخبط فيهم من ناحية تانية نبتدي نروح لهم من ناحية تانية نبتدي نجيلهم بقى منين من الاعلام ان فلان اه كل واحد له متابعيه انا لا انكر هذا لكن اه المتابعين دول تابع ايه ما بيشجعوش النادي الاهلي طبعا ما بيشجعوش النادي الاهلي طبعا وبالمناسبة انا ما بنكرش مثلا ان اللعيب بيبقى زعلان لما بيبقى برد 18 ده يعني ده شيء انا متأكد منه مية في المية مية في المية خصوصا داخل النادي الاهلي في لعيبة تانية ما عنداش مشكلة ان هي تقض وتقبط كل اول شهر وخلاص مش مشكلة ايه اللي باخد مبلغ كويس كل اول شهر اصرف بيه على بيتي وشكرا فيه لعيبة كده بس خارج النادي الاهلي وشوفنا الحاجات دي كتير عشان كده بقول لحضراتكم احترسوا احترسوا من الكلام ده لان الكلام ده هو اه اصدوا عن طريقكم انتو عن طريق حضراتكم انتو لما تسمعوا كلمة كده ولا كده ولا كده ولا كده اه شوفوا هنا احنا عندنا هنا بنقول على فكرة احنا بنقول كل حاجة كل ما يحدث احنا بنقوله ما عندناش اي مشكلة لو في مشكلة ما بين اسلام ولا صارتي بنطلع نقول ان اسلام ده عنده مشكلة ما على صارتي او بنجيب الكابتن سيد عبد الحفيز نسأله في هذا الموضوع او الكابتن محمد يوسف ونسأله في هذا الموضوع فعشان كده انا بقول لحضراتكم خدوا بالكم من الحرب القادمة خلاص اللي فات فات مش عارفين يخشوا لك مش عارفين يقولك منين عمالين يتنططوا حواليك مش عارفين يقولك منين فحيقولك من الناحية دي لقوها مقفولة وبتكسب بسم الله ما شاء الله جولك من ناحية التانية لوها مقفولة وبتكسب بسم الله ما شاء الله جولك من ناحية يعملوا لك فجوة ما بين مجلس الادارة وما بين الجمهور لقوا الجمهور واقف عايزين يعملوا فجوة ما بين الامن في مصر والمجلس الادارة لقوا الجمهور واقف ولقوا الناس واقفة وعرفوا ان النادي الاهلي ده هو اللي دايما يعلي مصلحة البلد فعشان كده الناس بتدور تعمل ايه? علشان اه وعلى فاكرة ده مشروع. انا ما بقولش لا من حقك تقول اللي انت عايزه. لكن احنا كمان من حقنا نقول ايه الصح وايه الغلط. وحضراتكو كجمهور لازم تصدقوا او يعني اللي عايز يصدق من المفترض ان هو بيصدق المسئولين اللي موجودين في النادي. مش واحد طالع يخرف او حد طالع يتكلم اي كلام. كلام ده ما يصحش. بالمناسبة على احد الانديات كبيرة اللي موجودة في مصر هنا.